اشتركوا في القناة وكان في استقبال صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء بالمطار سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة ونواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين بدولة الكويت الشقيقة وسفير البلدين وقد أدل صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء لدى وصوله بالتصريح التالي يسرنا ونحن نصل إلى دولة الكويت الشقيقة بلدنا الثاني وفي هذه الأيام المباركة أيام الخير والرحمة لنلتقي أخينا صاحب السمو الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح أميرة دولة الكويت الشقيقة في زيارة دابنا وحرصنا على أن تكون نهجا ثابتا تؤكد على الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين بدولة الكويت وتميزها أن ننتهز فرصة هذا اللقاء العزيز على قلبنا لنعبر عن جم اعتزازنا وتقديرنا بالمسار المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الكويتية والتي تشهد على الدوام نموا مضطردا في سائر المجالات والدعم مختلف أفاق التعاون والتنسيق بين البلدين على المستويين الثنائي والخليجي ويسعدنا أن ننتهز هذه الفرصة الغالية لنحمل لأمير الكويت وحكومته وشعبه من مملكة البحرين ملكا وحكومة تحيات مغلفة بمشاعر المحبة والمودة لهذا البلد العزيز ولمواقفه المشرفة دوما تجاه مملكة البحرين وشعبها ستكون هذه الزيارة مناسبة طيبة نلتقي فيها بأخينا سمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة وأخينا سمو الشيخ جابر لمبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء للتشاور والتنسيق حيال مختلف القضايا التي تهم بلدين الشقيقين حيث أن التحديات الجمة التي تحيط بالمنطقة على الصعيدين الأمني والاقتصادي تتطلب تنسيقا متواصلا وتعاونا غير تقليدي لتجاوزها وضمان عدم تأثيرها على المسار التنموي لدولنا في منطقة الخليج ونحن ولله الحمد في دول مجلس التعاون ندرك أبعاد هذه التحديات واتجهنا بقوة وبأياد متشابكة نحو الحلول الناجعة لها لتتوج هذه الجهود بقمم سياسية واقتصادية واتحادات عسكرية تعدى تروها الطيب المحيط الخليجي إلى العربي والإسلامي والعالمي ونجد هذه المناسبة فرصة لنعرب فيها عن اعتزازنا بالدور الذي يطلع به أخينا أمير دولة الكويت الشقيقة في دعم التضامن الخليجي والعربي دعينا المولى جلت قدرته أن يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والزهار والرخاف في ظل قيادتها الحكيمة